كشفت وثائق حكومية أمريكية عن خطة إدارة الرئيس جو بايدن لتوفير ملاذ دائم للفلسطينيين من غزة ليصبحوا لاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل الخطة الفلسطينيين الذين لديهم أقارب في أمريكا وتمكنوا من الوصول إلى مصر الخيارات المطروحة تتضمن استخدام برنامج اللاجئين الأمريكي لتسهيل عملية إعادة التوطين وذلك بحسب ما ذكرت شبكة CBS News يناقش المسؤولون الأمريكيون إمكانية إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين خاصة إذا كان لديهم أقارب أمريكيين الأشخاص المؤهلون سيخضعون للاختبارات الأهلية والتبية والأمنية وسيحصلون على إقامة دائمة ومزايا إعادة التوطين مثل المساعدة في السكن وفرصة للحصول على الجنسية الأمريكية كما تتطلب الخطة موافقة من الجانب المصري وقد أشرت التقارير إلى أن مصر حتى الآن رفضت استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة ومع ذلك يظهر التنسيق الجاري أن هناك محاولات للتوصل إلى اتفاق يسمح بتنفيذ هذه الخطة تأتي هذه الخطوة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة التي أودت بحياة العديد وشردت المئات وتعتبر تحولا في سياسة الحكومة الأمريكية التي لم تستقبل الفلسطينيين كلاجئين بأعداد كبيرة من قبل